اكتب هذه الكلمات حسب الترتيب الابجدي اكتب هذه الجمل بشكل صحيح فإذا الكلام هو مام نضعها بين علامات بين اثنين كومة والأم هو كابتل وعلامة تعجب I shouted وcome here أيضا كلام بين فارزتين What's the matter she asked ماذا حدث What's the matter here بين علامات الحديث وwhat's فارزة واس علامة استفهام وshe asked نقطة I've broken my brother's computer I answered أجبتو كسرتو حاسوب أخي فإذا I've broken my brother's computer هو القول بين quotation mark ولا ننسى I فارزة VE لأن اختصار لأي هاب Brothers فارزة S لأن التملك لأخ I answered ونقطة For he won't be very happy about that she said قالت أنه لن يكون سعيدا بهذا فإذا he won't be very happy about that بين quotation بين علامتين بين فارزتين وشي سعيد إنها هي نقطة الآن listen and draw lines هذه قصة ما بين نادية وميسم لنقرأ القصة معا لنستطيع حل هذا التمرين نادية وميسم يجب أن يقرروا من سيكتب لمجلة المدرسة اقرأ وضع الخطوط لهذا التمرين نادية نعم المقابلة نحتاج لشخص ما ليقوم بالمقابلة هل تريد أن تقابل شخصا محددا يا ميسم؟ ميسم مي؟ no I can't do that كلا لا أستطيع أن أفعل ذلك نادية I'm doing the problem page أنا أقوم بصفحة المشاكل نادية oh yeah of course you are طبعا ميسم problem page but we still need somebody to do the interview لكن أنا لا نزال بحاجة لشخص يقوم بالمقابلة ميسم how about Tanya ماذا عن Tanya she likes talking to people إنها تحب التحدث للناس and she writes well ويكتب جيدا نادية okay good idea Tanya interview what's next فكرة جيدة ماذا بعد ميسم the story القصة we don't have a story yet ليس لدينا قصة للآن نادية don't we ليس لدينا oh dear يا إلهي well حسنا I'll write the story أنا سأقوم بكتاب أنا سأقوم بكتاب القصة it will be it'll be quicker if I do it سيكون ذلك سيكون ذلك أسرع إذا قمت أنا بها okay with you معك ميسم fine but will you have time نادية لكن هل لديك الوقت يا نادية نادية sure sure تأكيد I'll do it أنا سأقوم بذلك نادية story now who wrote about school news last time والآن من قام بكتابة أخبار المدرسة المرة الماضية ميسم just a minute دقيقة فقط school news أخبار المدرسة Russia but she doesn't want to be but she doesn't want to do it again لأنها لا تريد أن تفعل ذلك مجددا she told me أخبارتني بذلك she wants to write a review of a TV program إنها تريد أن تقوم بعمل استطلاع لبرنامج التلفاز نادية well حسنا if she really wants to إذا حقا أرادت ذلك I don't mind لا أمانا Russia TV review Russia عليها استطلاع التلفاز but who'll do the school news then لكن من سيقوم بكتابة أخبار المدرسة ميسم I think Muna wants to do the school news أعتقد أن منا تريد أن تقوم بذلك this time هذه المرة she asked me لقد سألتني نادية okay Muna school news الأخبار المدرسية على Muna that leaves just the sports news هذا يترك فقط أخبار الرياضة who's interested in sports من مهتم بالرياضة ميسم أبل أبل than sports news I think that's it أنا أعتقد هذا هو ميسم right let's go and get something to drink لنذهب ونشرب شيئا معه والآن نستطيع أن نحل فإذا ميسم هي problem page صفحة المشاكل وتانية لها interview المقابلة نادية لها القصة story رشا لها tv review وMuna لها school news أخبار المدرسة وأبل لها sports news أخبار الرياضة الآن للصفحة الخامسة عشر اقرأ المقابلة من مجلة المدرسة وأجب الأسئلة دي الصفحة التعليم meet a local personality قابل شخصية محلية this month هذا الشهر we talked to يحيا زكي تكلمنا مع يحيا زكي the head teacher of a high school in the city مدير المدرسة الإعدادية بالمدينة how long have you been a head teacher Mr. زكي لكم من الوقت أنت مدير سيد زكي I've worked as a head teacher for ten years عملت بهذه الوظيفة لعشر سنوات before that قبل ذلك I was a math teacher كنت معلم رياضيات do you enjoy your work هل أنت مستمتع بعملك I love teaching أنا أحب تعليم young people الشباب I'm working with other teachers والعمل مع معلمين آخرين I don't enjoy doing paper work ولا أحب العمل ولا أحب العمل بالأوراق ولا أحب عمل الأوراق المكتبية what do you like doing in your spare time ماذا تحب أن تفعل بوقت فراغك I don't like sitting at home in the evening لا أحب الجلوس في المنزل أو البقاء في المنزل مساء so I go out a lot لذا أنني أخرج كثيرا I go to a French class أذهب لصوف الفرنسية on Mondays أيام الأثنين on Fridays أيام الجمع I go to the mosque أذهب إلى المسجد what kind of people do you like and dislike أي نوع من الناس تحب ولا تحب I like people who can't tell a good story أحب الناس الذين يستطيعون أن يخبرونني بقصة جيدة I really enjoy listening to them أنا فعلا أستمتع بالأي أنا فعلا أستمتع بالإستماع لهم I don't like students who drop paper لا أحب الطلاب الذين يرمون يرمون الأوراق and empty cans والأولاد الفارغة in the classroom بالصف in the classrooms بالصف and don't put them in the little bins ولا يرمونها بسلة القمام what's your favorite food ما هو طعامك المفضل I love Iraqi food أحب الطعام العراقي what's your favorite TV program ما هو برنامجك المفضل I don't watch much television لا أشاهد كثير من التلفاز because I'm usually out لأنني عادة بالخارج but I like some program about health لكنني أحب بعض البرامج الصحية health for all is my favorite برنامجي المفضل هو الصحة للجميل what's your favorite place in town ما هو مكانك المفضل في المدينة the Cornish the Cornish I go there every weekend الكورنيش أذهب إلى هنالك كل نهاية أسبوح Do you have any suggestion for making the town better هل لديك أي اقتراحات إجارة المدينة أفضل The town needs some more parks المدينة تحتاج إلى المزيد من المتنزهات The roads and bridges should be improved يجب تطوير الطرق والجسور أيضا To بعد قراءتنا لهذه القصة نستطيع حل هذه الأسئلة number one where does Mr. Zeki work أين يعمل السيد Zeki at high school what things does he dislike doing من الأشياء التي لا يحب عملها he dislike doing paperwork لا يحب القيام في العمال الورقية and sitting at home in the evening والجلوس في المنزل المساء three what language is Mr. Jones learning in his evening class من اللغة التي يتعلمها السيد Jones بدرسه المسائية he is learning french إنه يتعلم الفرنسية what is a little what is a little bin tick the correct box ما هي little bin إنها a place to put rubbish مكان لوضع القمارة what kind of program is health for all ما هو نوع البرنامج health for all it's a program about health إنه برنامج عن السحة program e نهاية الصفحة السادسة عشر e read and complete اقرأ وأكمل the story بهذا القصة by the correct form of the verb in brackets اكتب القواعد الصحيحة ما بين الأقواس Friday جمع الماضية فإذا الماضي when I saw my brother عندما رأيت أخي يستسي الماضي وصو he was playing كان يلعب on his skateboard look at me he said قال and went off down the path very fast وذهب بالممر بسرعة careful I shouted إيدي لأننا نتحدث عن شيء حدث في الماضي suddenly فجأة he fell سقط off and I started to laugh وبدأ تأضحك we walked وليس walk وظيف إيدي we walked home very slowly قدنا إلى البيت but now my brother has black eye والآن لدى أخي كدم read these problems أقرأ هذه المشاكل use aunt sally's note استخدم ملاحظات العمل التالي to write her advice لكتابة نصائحة المشكلة هي I stammer when the teacher asked me a question أنا أتلعتم عندما تسألني معلم السؤال I feel very embarrassed أنا أشعر بالخجر count to five before you speak you speak نكتب النصيحة في هذا الشكل to stop stammering try this why not count to five count to five before you speak before you speak think about what you want to say what to say what you want to say ماذا تريد أن تقول you can also ask your teacher ask هنا هنا sorry or ask your teacher to help she will understand نقطة المشكلة الثانية I cannot remember new words لا أستطيع تذكر كلمات جديدة in my French class the soft conferencing write new words in groups in هنا your vocabulary BK here book for example EG here for example names of food building or clothes ask your brother or sister for help try to learn five new words every day this day until here will end the first of the of the language شكراً للمتابعة